حل مشكلة الانقطاع على تطبيقك الخاص واتساب اليوم سنتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على التطبيق والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات في هذه النافذة نقوم بالنزول للبحث عن تطبيق واتساب نضغط على واتساب هنا ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق في هذه النافذة نضغط على إقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف نقوم بالذهاب لماتشار جوجل هنا نقوم بالضغط عليه ثم سوف تقوم بالبحث عن تطبيق واتساب ليظهر معك على هذا الشكل تقوم بالضغط على تحديث ليتم تحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو